ضمن مشروع تطوير السوق المتكامل في الأراضي الفلسطينية التي تنفذه الإغاثة الزراعية بالشراكة مع وزارة الزراعة ومؤسسة أوكسفام أنتجت جمعية مربي النحل في جينين العجائنة البروتينية لتغذية النحل ما يعرف بالكاندي تحت إشراف خبراء في التغذية وتربية النحل كنا نعتمد على الكاندي أو المستورة من تركيا أو من دول أخرى صارت الفكرة أنه التكلف عالي علينا ففكرنا في الموضوع بالشراكة مع الإغاثة الزراعية أوكسفام واللي صنعنا الماكينات شركة الأثير في جينين المهندس فتحي طبعا كان متعاون جدا معنا في تعديلات على الماكينات بحيث أنها أصبحت تلبي الحاجة المطلوبة عنها الكاندي مصدر طاقة دائم للنحل عند انخفاض درجات الحرارة في الشتاء أو الخريف وهو الوقت الذي يقل فيه إنتاج الخلية للعسل كما تساهم في تنشيط النحل وامتصاص الرطوبة داخل الخلية المسببة للأمراض في خلايا النحل إحنا لما كررنا ننتج الكاندي كان هدفنا الأساس مثل ما حكينا قبل شوي إنا ننتج منتج عالي الجودة وبسعر منافس المنتج اللي احنا بننتجه هنا بتميز أن حبوب اللقاح اللي منستخدمها هي حبوب اللقاح تم جمعها من المراعي والمنطقة اللي هي موجودة عندنا أصلا والنحل أصلا بتعامل مع هاي حبوب اللقاح فسهل عليه أنه يضمها ويستفيد منها على عكس المنتج المستورد اللي بيكون مصدر حبوب اللقاح من أزهار غير موجودة في بلادنا فعشان هيك بتكون الكفاءة تستخدام عند النحل بشكل أعلى جمعية مربي النحل التعاونية والتي تأسست منذ أربع سنوات لحل مشاكل النحالين في المحافظة بدأت بخمسة عشر نحالا واليوم تمتلك أكثر من ثلاثة آلاف خلية نحل وتسعى جاهدة للنهوض بقطاع النحل في فلسطين وتوفير الخدمات الدائمة لمربي النحل